مدينة المئة باب مدينة الشمس أرض الأجداد والحضارة طيبة الأقصر أرض الحضارات العريقة الحضارة الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية مجمع أديان متكامل مسج حضاري ديني فينسيابية حياتية رائعة الأقصر تعد أكبر متحف مكشوف في العالم صالة عرض كبرى تحتوي على تلت أصار العالم وكأنها موسوعة لرصد جزء كبير من تاريخ مصر ولذلك الأقصر مسجلة على قائمة التراث العالمي ليونسكو من عام 1979 ومن أهم الأصار الموجودة بالأقصر معبد الكارنك اللي يصنف تاني أكبر دار عبادة قديم في العالم والدير البحري وهو مجمع من المعابد الجنائزية والمقابر كمان مدينة هابو اللي تحتوي على معبد جنائزي هام جدا لأنه أهم مصدر للشرح لهزيمة الأعداء في عهد رمسيس III من خلال النقوش ووادي الملكات المخصص لدفن زوجات الملوك في العصور القديمة ودير المدينة وهي عبارة عن قرية قديمة كانت سكن للعمال المتخصصين لحفر المقابر بوادي الملوك وكمان معبد الأقصر وطريق الكباش والبير المخصص كمقياس لمنسوب النيل وأكيد من ضمن جدول زيارتك للأقصر رحلات البالون علشان تتابع مشهد الشروق أو مشهد الغروب وانت بتشوف مدينة الأقصر كاملة وكمان مش هيفوتك فسحتك بمركب شراعي في النيل مع كباية الشاي الصعيدي وزيارة سوق العطارة والسوق السياحي والعجيب أو يمكن الجميل إن كتير من السائحين قرروا الإقامة لفترات طويلة بالأقصر علشان يبعدوا عن ضغوط الحياة وكأن الأقصر هي مكان استشفائي روحاني هيلقوا فين الإقامة بين الناس الطيبة والحضارة الفريدة والشمس الدفية زائر الأقصر مش مجرد زائر عادي ده ضيف وفي الغالب بيتعامل كصاحب بيت الأقصر أرض الكنوز وأهم كنز هو أهلها سواء أجددنا القدماء أو الأحفاد يلا سياحة ادعم سياحة بلدك